كتير من الناس اللي بتقدم على لجوء هنا وبعض الأشخاص اللي واحد قبلهم موضوع المحامي في حساسية من موضوع اللجوء لمحامي خاص وبتكفر الأقويل وأحيانا كل واحد لما حد بيسأل حد بيعمل نفسه أنه هو عارف بواطن الأمور إمتى عايز من حديك تقولي إمتى الواحد يلجأ لمحامي خاص من ناحية سواء فئة اللاجئين أو فئة الحصرين على إقامة المؤقت ده بقى موضوع مهم جدا وصراحة عايزين ناخد وقتنا فيه بطريقة كافية وأنا بتمنى أن أكبر كم من الناس يشوف بالذات النقطة دي لأن مأساة المأساة المعلومات من المصادر الغير موصوك فيها أنا مش بقول ناس عايزة تضر ناس ولا بشكك في أي حد ولكن لما أنت بتاخد معلومة من حد هو مش عارف فالمعلومة مش أكيدة مش معروفة مصدرها إيه صحيحة ولا غير صحيحة الأقويل كتيرة جدا في الموضوع ده إوعى تروح لمحامي خاص خلينا نتكلم دلوقتي على فئة اللاجئين الواحد مقدم لجوه إوعى تروح عند محامي خاص ده حد بيقوله أه حد بيقوله يقام بيكتب على الفيسبوك وناس بترد عليه على الفيسبوك أنا الكلام اللي بيقوله حدرتك ده مش كلام أنا جايبة من عندي أنا بيورد علي كل يوم في المكتب من الكصة دي مئات الأشخاص تمام؟ إوعى تروح لمحامي خاص ده أنت لو رحت لمحامي خاص أنت هتتورت وتدمرت ده أنت لو رحت لمحامي خاص القضية هيزعل منك أو المحقق وهيديلك حماية سنة طب مش هيديك لجوء هيديك رفض ده المحامي هو اللي هيورتك الكلام ده أبدا غير صحيح طيب ما تروحش لمحامي خاص روح لمحامي الدولة وروح للمنظمات طب لأ لو رحت للمنظمة المحامي الخاص هيعملك كذا ويدرك في كذا طيب خلينا نقوله من نهارده إيه صح؟ تمام؟ إحنا وصلنا لغاية النقطة أنه بيقوله إوعى تروح لمحامي خاص خليك مع المنظمة بتاعتبع الدولة وفي حد بيقوله لو رحت لمحامي خاص هتترفض وهكذا تمام؟ طيب خلينا نوضح ونمسك دلوقتي أول جزء اللي هم اللاجئي أي لاجئ من أول ما يدخل البلد نفس اليوم اللي يحط رجله بالبلد من حقه يتوجه لمكتب المحامي اللي يعجبه سواء محامي خاص أو المنظمة اللي طابعة للدولة أو أي منظمة أخرى من حقك ده أبدا مش بيدرك بالعكس أنت جاي بلد غريبة لا عارف قوانينها ولا عارف وضعها ولا عارف عنها أي شيء الشخص ده المحامي ده أو مكتب المحامي ده بصلة بتاعتك ده اللي هيدل لك على الطريق الصحي تروح فين وتسيجي منين ايه المناسب ليك ايه اللي مش مناسب ليك ده اللي هيجهزك بالضبط هو اللي هيساعدك هو اللي هيساعدك انت بدون مساعدة المحامي بتبقى تاية مش عارف تقول ايه او تعمل ايه او تتصرف ازاي فبالعكس فيه ناس بقى بيقولك ايه يا عم كل واحد المنظمة زي المحامي الخاص انت وحظك في البلد دي صح البلد دي فيها جزء كتير بلب على الحظ بس مش معناته ان انا ارمي نفسي في التهلوكة واقول انا وحظي اموت او لأ انا لازم اعمل اللي علي وبعد كده اسيب الباقي على ربنا المنظمات بتشتغل او بتشتغل بس خلينا نفكر شوية بالعقل المنظمات دي سواء اللي هي مسؤولة عن لم الشمل في منظمات للم الشمل او المنظمات اللي هي للجوء عندها ضغط شغل رهيب جدا لانها بتعمل بطريقة مجانية يعني مش عندهم واحد ولا اتنين ولا عشرة عندهم الافات مؤلفة تمام ده لو كل موظف عندهم عدد محدود من الموظفين طيب كل موظف واخد كم معين من الناس طيب ده هيحضروا امتى ويجهز له قضيته امتى ويدربوا امتى ويتواصل معاه امتى ويقول له مين القضي بتاعه امتى انت هيقدر يهتم بكل الاشخاص اللي عنده دي هو عنده عدد كبير حتى بملفات لم الشمل لان عندهم ضغط رهيب جدا مش ملحقين طبعا عندهم اعداد مهولة مش ملحقين انا في الفترة الاخيرة عندي حصل كلاتي ناس عندهم موعيد في المحكمة قضايا لجوء المنظمة قالت له لو سمحت اخد ورقك روح لمحامي خاص انا ما عنديش حد يدربك ويحضر معاك احنا عندنا زحمة رايبة جدا واضطر على اخر وقت يدور على مكتب محامي خاص يساعده لان فعلا هم مضغوطين جدا ولم الشمل نفس الشيء طب ده بيكون قبل ما يضلب اقواله ولا بعد ما راح اول مرة وبصم ولا ايه التوقيت اللي هو يبدأ فيه بتوقيت محامي احنا قلنا من اول ما يحط رجله بالبلد من حق وهو بقى عايز يروح لمحامي امتى ده قراره انا ليه بقول الكلام ده دلوقتي مش بقول الناس روحوا لمحاميين كل واحد حر يروح لمحامي او لأ بس فيه ناس بتجيلي متأخرة جدا بعد ما بيكون موقفها سايق جدا وبقوله جايلي ليه بيقول لي قص الناس قالوا لي لو رحت لمحامي هتتضر فانا طالع اقول الكلام ده غير صحيح مفيش حاجة اسمها لو رحت عند محامي هتتضر بالعكس انت لو رحت عند محامي هيساعدك هيشوف ملفك هيشوف يقدر استغرات اللي طلعها لك هيدي لك الارشاد القانوني زي انا لو مريضة هروح للطبيب مش ممكن الطبيب حيدرني نعم شي طبيعي طيب برضو عندنا يمكن جزئية برضو خاصة بالموضوع ده هل يمكن يكون هو ده موضوع التخوف من احيانا في بعض الاشخاص بيلجأوا لمحامي وما بيكونش مرتاح للمحامي اللي هو موجود عنده هل الشخص حق في تغيير المحامي بتاعه او من المنظمة لمحامي او العكس اه هجوب حضرتك على النقطة دي بس قبل ما ننسى يا دكتور ممضوع احنا اتكلمنا على اول فئة اللي هي من حقات وكل محامي اللي هم عندهم لجوء تمام وامتى هو يقدر يستشير محامي او انا بقول افضل حاجة يستشير محامي فيها من امتى من اول ما يوصل البلد ياريت قبل ما يروح يسلم نفسه او يتكلم او يعمل اي حاجة يستشير محامي ولو حصل كان بصم يدور على محامي يساعده او يشوف اقواله ويشوف ازاي يقدر يجهزه للمقابلات اللي هتجيئه ده اول جزء للي هم عاملين لجوء عندنا جزء التاني عندنا بقى جزء التاني ناس عندها اقامة لا حصلين على اقامة المؤقتة ايا كان نوع الاقامة ايه اقامة مؤقتة عنده الجنسية عنده اقامة اوروبية عنده لجوء ايا كان نوعها ايه حصل دلوقتي ان هم لقى دعوة جايله من مركز الشرطة او من اي بهرد من المحكمة من مركز الشرطة من اي حاجة الناس بقى بتعمل ايه بياخد الدعوة دي وبيقول لي اسأل صحابه او يكتب على الفيسبوك انا جالي الدعوة دي الناس بتقوله ايه يا عم روح انت على البوليس وهيسألك كام سؤال وخلاص مش محتاجة تعمل حاجة دي كرسة دي كرسة بمعنى الكلمة انت الشرطة مستدعيك وانت مش عارف هي مستدعيك لايه يعني في ناس كتيرا مش عارفة يا مستدعيهم لايه انت منتش عارف الملف اللي عنده الشرطة ولا عند المحكمة ده مكتوب في ايه فافضل حاجة تاخد الدعوة دي قبل ما تخطي اي خطوة تلجأ لأي مكتب محامي يعجبك قل له انا جالي الدعوة دي ده ليه المحامي بقى هو قانونيا عارف الدعوة دي اسببها ممكن يقدر يجيب الملف ممكن يقدر يعمل اشياء كتير تساعد الشخص وممكن يخاطب الجهة وممكن يخاطب الجهة اللي بعتت له الدعوة ويقوله انت ده ليه بالزبط فبالتالي هو بيبقى عارف بالزبط هو رايح على ايه اللي بيحصل بقى كالقاتي بيعمل ايه بيجي له الدعوة تمام بيحصل ايه جاله دعوة من مركز الشرطة او مثلا من المحكمة او من اي حتة بيقوم رايح الدعوة يتسئل في البوليس يبدأ يقول كلام ممكن اصلا هو يتفاجئ باسئلة لان هم رايح مش عارف في الموضوع اصلا ايه يتفاجئ يتوتر طبيعي هو في مركز الشرطة فلازم يخاف ويبدأ يقول كلام ممكن يقول كلام يتحول من هو من واحد مظلوم او ما عندهش مشكلة لمتهم لمتهم وبعد ما يحصل كل ده تمام وبعد ما يتسئل ويخلص يا اما بيدور على محامي يساعده بعد ما هو قال خلاص الكلام اللي هو قاله ده انت ما تقدرش تعمل فيه حاجة تانية حتى لو هو مظلوم اكيد بيرجع للأفتال وفي الاول انه مروحش لمحامي ما تروحش لمحامي برافو عليك يرجع بعد كده بقى ايه خلاص روح بقى لا طب روح بقى لمحامي يجي لك بقى بالورق بتاعه يكون هو متورط ورطة كبيرة جدا وساعات بقى الابشع من كده يا دكتور ممدوح ما بيروحش برضو لمحامي لحد دهما الورق بتاعه ترفع للنيابة العامة والنيابة تبعطه للمحكمة وينزل مثلا متهم في قضية تزوير مثلا نقول تزوير رخصة قيادة او تزوير جواز سفر او ايا كان ويروح برضو لمحكمة لوحده وياخد حكم وبعد كده بعد ما ياخد الحكم والقضية خلاص خلصت يدور على محامي يجيب الأوراق بقى ويجي ويقول لي اعمل ايه معاين هو عنده ثبوتيات تطلعوا براءة اعمل ايه وهنا بتكون فرصة مساعدته ضعيفة كده جدا طبعا جدا جدا عشان كده دايما بقول رجائي لكل الناس من فضلك توجه لأي مكتب محامي قبل ما تخطي اي خطوة لو جالك دعوة من اي بهردة توجه لأي مكتب محامي اعرف تعمل ايه ما تروحوش دايما للمحامي متأخر انا اغلب الناس اللي بيجولي بيجولي متأخرين جدا يا اما بعد ما خد رفض يا اما بعد ما خد حماية يا اما بعد ما هيترحل يا اما بعد ما اخد حكم يا اما بعد ما رح الشرطة ولغبط في الأكوال ويجي يطلب المساعدة احنا بنساعده بس ما بتكونش زي ما يجي لك من الأول